أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الأمني والعسكري جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية جمهورية أنجولا تيتي أنطونيو وقد شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعظيم التنصيق والتشاور مع جانب الأنجولية وذلك فيما يتعلق بسبل تعزيز أليات العمل الإفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار للدول الإفريقية وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأنجولية قد نقل رسالة خطية من الرئيس الأنجولية جواغو دوزرينزو والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التبادل للرؤاب بشأن عدد من الملفات الإقليمية بما فيها مكافحة تأظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة